نظراً لموجة الأمطار التي هطلت على البلاد خلال الأيام الماضية والتي أدت إلى تضرر العديد من المنازل وجه سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون شباب رئيس مجلس أمناء المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وجه بمساعدة الأسر المتضررة من الأمطار حيث كلف المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية بالإشراف على تقييم الطلبات المقدمة والصرف بحسب أنظمة المؤسسة المعتمدة وبهذه المناسبة تقدم سمو الشيخ ناصر بن حمد بخالص الشكر والتقدير والإمتنان إلى جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية وإلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الموقر على الاهتمام الكبير والمتواصل والدعم اللامحدود الذي توليه القيادة الرشيدة للمواطنين في مختلف الظروف الصعبة